لا تفوتني الفرصة حتى أبين أمرا هو أمر عظيم إن الراقي يبقى إنسان يصيب ويخطئ والراقي ليس معصوم قد يقع في الزلل لا أقصد مخالفات من ناحية رقشرية أنا الآن أريد قبل أن أجلس في مسألة الإجابة على الأسئلة سوف أحيلكم على أمر آخر وهذه نصيحة أخوي للرقاه نصيحة من القلب إلى القلب إياك أن تتغير وأنت لا تعلم بكثرة الأخلاط ماذا أقصد؟ سأبين لك أخي الحبيب إن الراقي الذي يخالط الجن كثيرا وأنفس الناس كثيرا على خطر على خطر لا تحسب أن هذه المهمة سهلة وأن هذه الرسالة سهلة هي عظيمة الأجل والقدر والنفع لكن وجب أن تكون على حاضر كثرة الأخلاط ومخاطة الأنفاس قد توذيك لا أقصد بذلك أذية بدنية هذا متجاوز عنه إن في واقع الساحة أرى وأعلم أن معظم الرقاه أصبحوا في بعد حقيقي عن الالتزام عن الالتزام الحقيقي الالتزام الذي كنا نعرفه قبل عشرين سنة حينما كنا نتربع بين أقدام العلماء حينما كنا ننحن نرأس ونخفي الدمعة والعبرة حينما كنا نتصفح سير أعلى من النبلاء حينما كنا نقوم بالليل قياما لله سبحانه وتعالى حينما كنا نكثر من السلطة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس مرات اقتداءا بالسنة وبالسلف حينما كنا نذهب إلى مجلس لا يرى في أحد من أجل الإخلاص حينما كنا نتصابق على الصف الأول حينما كنا نتنافس في ختم القرآن حينما كان همنا هو الزاد كيف نرفع عند الله سبحانه وتعالى إن من أعظم المصائب التي يبتل بها المعالج خدوها مني يقينا أنه يصبح في الانتكاسة هو لا يعلم وربه يصبح في الانتكاسة هو لا يعلم والله الذي لا إله إلاه يصبح في الانتكاسة هو لا يعلم يصبح في الانتكاسة الحقيقية هو لا يعلم شكل صوري لا يعرف سبحانه ربي أن يقرأ القرآن وهذا صد ومنع من الجن والشيطان لا يستطيع أن يكثر من ذكر الله وهذا صد ومنع من الشيطان لا يستطيع أن يكثر من الصلاة على رسول الله وهذا صد ومنع من الشيطان لا يستطيع أن يجلس عند العلماء أن يذهب إلى المسجد الفلاني تقول للأخي منذ سنوات ما جلسته عند العالم وعند طالب العلم في مسألتين أو في كتاب هذا صد من الجن والشيطان تلبيس إبليس هذا تلبيس إبليس وربي إنه تلبيس إبليس وإذا طالعت في الواقع ستجد معظم على هذه الشاكية إلا من رحم ربك إلا القليل إلا القليل بل قل لي ربما الصلوات تذهب ربما الصلوات تذهب وربما هناك من لا يصلي وهناك من هو أصبح مضمن ربما هناك من هو مضمن وإدمان الإدمان يتنوع وربي أتكلم من واقع أعرفه من واقع أعيشه مع كثير من الإخوة لا أسمي لكنه الواقع هذا مضمن على مشاهدة كذا هذا مضمن على سبي كذا هذا مضمن على الطعن هذا مضمن على التدخين هذا مضمن على النظر إلى النساء في الممرات وفي الأسواق هذا مضمن قل تلبيس إبليس شكل التزام صوري حينما غابت التقوى حينما غابت التقوى حينما أصبحت الرقية حرفة ومهنة ووسيلة للشهرة والمال والتكسر وأصبحت اللحية زي والقميس زي هذا هو الواقع اسأل الرقى من يقوم الليل اسأل الرقى من يقوم من يصل الفجر اسأل الرقى من يقرأ القرآن اسأل الرقى من يتأثس بسلف ويصدق بالليل والنهار أصبحت الدنيا غالبة يريد فيلا سيارة أرض فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم كما قال محمد صلى الله عليه وسلم اسأل لماذا اسأله في نفسه وجالسه في بيته في خلوة مع ربه لماذا أنت اخترت الرقى سيقول لك رأيت فلان قد أصبح غانيا فلان أصبح مشهورا فلان يشار له بالأنامل هذا هو الأصل هذه النية والحديث المشهور كل الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ منوه تأمل في الحديث فمن كانت هجرته أختم بالحديث لدنيا يصيب لمرأة يصيبها ماذا لمرأة ماذا يصيبها فهجرته إلى ما هجر إليه إياك من الذنب والمذنب والمنقصة هذا هو الذي أريد أن أبينه بداية إن الذي أصابنا بالوهن وأصابنا بالفج وأصابنا بالشد بهذا الأمور التي نلقها الآن في الساحة هو سببه الانتكاسة الباطنية القلبية الانتكاسة العنقية الوجدانية الروحية لكن حافظنا على الشكل قال الله قال رسول الله قال العالم فلاني ما شاء الله أحبك في الله مع الضورة يطعنك بأقوى خنجر الانتكاسة تلبيس إبليس إن من أسباب الطعن والغمز واللمز والفرقة تلبيس إبليس كل واحد يطعن العالم وأنه الحبر والعلامة والفحامة والداعية والنابغة والفقي والصيف المسلول على الجهة والشياطين وأنه العالم في المجال تلبيس إبليس تلبيس إبليس أين نحن من التناصح؟ أين نحن من أيام البيض؟ أين نحن من الاجتهاد في الحج والعمرة؟ كأخوة مجتمعية؟ أين نحن من التنافس البر والتقوى؟ أين نحن؟ أصبحنا لا نرى إلا السب والذن هل نرى من يدعو إلى طيب وإلى خير؟ تعال نجتمع على حالة فنعالجها لله عز وجل تعال نجمع يوم ونجمع حالات فنجعل فيها بإذنها بحث وعلاج بإذن الله لتنقذ وتكون في أجورنا وفي موازينا بإذن الله عز وجل هل منا من يسعى فئلا حقا في هذا؟ هل نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر؟ هل فئلا إذا كانت المعضلة والمشكلة جلسنا لنفكها ونحلها علميا وفقيا وبحثيا بانشراح الصدر ودون تعصب؟ هل فينا هذا؟ إن من الأسباب التي أصابت معظم المعالج إلا من رحم الله وأنا منكم وأنا أولكم هو البعد عن العبادة إن البعد عن العبادة له قصة في القلوب خذها مني إن البعد عن العبادة له قصة وجفاء في القلوب يسبب هذا القصة وجفاء في القلوب البعد عن العبادة البعد عن العبادة البعد عن العبادة لا بد أن تستشعر معنى العبادة لا بد أن تتنافس في الطاعة والعبادة العبادة القلبية والعبادة بالجوارح العبادة بالأنفاس العبادة بالنية العبادة بمعناها الشامل هذا الذي نريده هذا الذي نريده نريده إخوة أفاضل يشار إليهم أنهم أهل الله أهل الخير أهل البر أهل الصنة أهل الرحمة نريده إخوة أفاضل إذا رؤيا الراقي ذكر الله سبحانه وتعالى إذا رؤيا الراقي رؤيا الخير بإذن الله جل وعلا الكل يظن فيه خيرا ولا يستعمل ذلك لنفسه وللآن وإنما لصالح الدعوة والشرع والسنة هذا ما نريده